السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة عن حل تدريبات الاضواء درس تركيب المادة الجزء الخاص بالمادة والجزئات عن حل الاسئلة من رقم واحد لرقم تمانية والدرس القادم عن حل باقي التدريبات فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ستصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب المادة والجزئات اكمل العبارات الاتية واحد التصعيد يعني تحول المادة من الحالة نقط الى الحالة نقط بالتسخين احنا قلنا التصعيد يعني تحول المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية رقم اثنين الجزئات التي تتركب من نوع واحد من الزرات تسمى جزئات نقط تسمى جزئات جزئات عناصر بينما التي تتركب من انواع مختلفة من الزرات تسمى جزئات جزئات مركبات رقم ثلاثة العنصر السائل الذي يتكون جزئه من زرة واحدة هو الزئبق بينما العنصر السائل الذي يتكون جزئه من زرتين هو البروم رقم اربعة يتركب جزئ الغازات النشطة من نقط يتركب جزئ الغازات النشطة من زرتين نكتب هنا زرتين بينما يتركب جزئ الغازات الخاملة من زرة واحدة رقم خمسة يتركب جزئ القلور من زرتين بينما يتركب جزئ النحاس من زرة واحدة رقم ستة يتركب جزء الماء من اتحاص زرتين نغط مع زرة نغط اتحاص زرتين هيدروجين مع زرة أكسوجين رقم سبعة يشترك جزء النشادر وجزء الماء في وجود عنصر نغط في وجود عنصر الهيدروجين رقم تمانية عند الانصهار تضعف نغط فتزداد نغط بين جزيئات المادة عند الانصهار تضعف قوى التماسك فتزداد المسافات البينية بين جزيئات المادة السؤال رقم اثنين تخيل الاجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية واحد يتكون جزء النيون الخامل من هنا مدينة اختيارات يتكون من زرة واحدة فنختار زرة واحدة رقم اثنين كل ما يلي يعتبر جزيئات غازات سنائية الزرة ما عدا هنا عندنا كلهم دولة غازات سنائية الزرة جزيئات غازات سنائية الزرة ما عدا حاجة واحدة بس اللي هي ايه اللي هي الارجون الارجون يتكون من زرة واحدة يتكون ايه من زرة واحدة رقم تلاتة كل الجزيئات التالية تتكون من عنصرين ما عدا هنا عندنا جيب لك جزيئات تتكون من عنصرين ما عدا مين ما عدا الاكسوجين بل الاكسوجين يتكون من عنصر الاكسوجين في رقم اربعة يرجع اختلاف المواد عن بعضها في الخواص الى اختلاف الجزيئات عن بعضها فيه هنا مدينة اختيارات عاد الزرات ولا نوع الزرات ولا طريقة ارتباط الزرات ولا كل ما سبق هنا عندنا اختلاف المواد عن بعضها في الخواص يرجع الى اختلاف الجزيئات عن بعضها في كل ما سبق اللي هو عدد الزرات نوع الزرات طريقة ارتباط الزرات رقم خمسة عادد العناصر يساوي عادد الزرات في الجزيئ جزيئ الماء ولا كلوريد الهايدروجين ولا الاكسوجين ولا النشادر لا جزيئ كلوريد الهايدروجين يتكون من زرة كلور وزرة هيدروجين ويتكون من عنصرين الهايدروجين والكلور رقم ستة الشكل نغط يمثل جزيئ النشادر هنا جيب لك زرة واحدة هنا زرة مرتبطة بزرتين زرة مرتبطة بتلس زرات هنا زرة مرتبطة بزرة هنا عندنا الذي يمثل جزيئ النشادر اللي هو رقم جيم اللي هو زرة زرة نيتروجين مرتبطة بتلس زرات هيدروجين رقم سبع الشكل نغط يعبر عن تركيب غاز الارجل هنا بيجيب لك الف زرة واحدة هنا زرة مرتبطة بزرتين زرتين هنا هي زرة بزرة هنا عندنا الشكل اللي يعبر عن تركيب غاز الارجل اللي هو رقم الف يترقم من زرة واحدة في رقم تمانية بيقول لك اي جزيئات التالية يحتوي على اكبر عدد من الزرات هنا جيب لك كورويد الهايدروجين النشادر البروم الاكسوجين يبقى الجزيئ الذي يتكون من اكبر عدد من الزرات اللي هو جزيئ النشادر النشادر يتكون من اي من اربع زرات زرة نيتروجين وثلاث زرات هيدروجين رقم تسعة بيقول لك عنص النغط قوة التماسك بين جزيئات تكاد تكون منعدمة ويتكون جزيئه من زرة واحدة هل هو الفلور ولا الماغنيسيوم ولا الزئبق ولا النيون النيون يبقى النيون عنصر القوة التماسك بين جزيئات تكاد تكون منعدمة رقم ثلاثة ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة واحد يتكون جزيئ الماء من ارتباط زرتين اكسوجين مع زرة هيدروجين العبارة خطأ رقم اثنين تتركب جزيئات العناصر الخاملة من زرة واحدة العبارة صحيحة رقم ثلاثة جزيئات المادة الواحدة مختلفة عن بعضها العبارة خطأ رقم اربعة المركب يتكون من اتحال الزرات عنصر واحد العبارة خطأ رقم خمسة عند غليان الماء تزداد قوة الترابط الجزيئية وتقل المسافات البينية العبارة خطأ رقم اربعة بيقولك اكتب المصطلح العلمي للعبارات الاتية واحد ابسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحليلها الى ما هو ابسط منها دا تعريف ايه تعريف العنصر رقم اثنين ناتج التحال الزرتين او اقصر العناصر مختلفة بنسب وزنية سابتة دا تعريف المركب رقم ثلاثة الوحدة البنائية التي يتكون منها الجزئ دا تعريف الزرة نكتب الزرة رقم اربعة درجة الحرارة التي تتغلب عندها جزئيئات السائل على قوة التماسك بينها والتحول الى جزئيئات غاز دا تعريف ايه درجة الغليان تعريف درجة الغليان نجح هنا رقم خمسة يقول لك جزئيئ مركب يتكون من ارتباط ثلاثة زرات هيدروجين مع زرة نيتروجين دا تعريف جزئيئ النشادر نكتب هنا جزئيئ النشادر في رقم خمسة بيقول لك صوب ما تحته خط في العبارات الاتية واحد جزئيئات الغازات النشطة تتكون من زرة واحدة اطلق خط تحت النشطة نكتب مكانها جزئيئات الغازات الخاملة او النبيلة فنكتبه الخاملة في رقم اثنين تتكون جزئيئات الغازات النشطة من زرة واحدة اطلق خط تحت زرة واحدة نكتب مكانها من زرتين رقم ثلاثة العنصر السائل الذي يترقب جزئه من زرتين هو الزئبق اطلق خط تحت الزئبق نكتب مكانها البروم رقم أربعة يشترك كل من جزئ الماء وجزئ النشادر في وجود زرات الأكسجين في كل منهما اطلق خط تحت الأكسجين نكتب مكانها الهيدروجين يشترك كل من جزئ الماء وجزئ النشادر في وجود زرات الهيدروجين في كل منهما رقم أربعة عملية التصعيد عكس عملية التجميد اطلق خط تحت التجميد نكتب مكانها عكس عملية التكسف رقم ستة مال مقصود بواحد الانصهار الانصهار هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخين عايز مننا المقصود بالمركب المركب ناتج التحاد زراتين أو أقصر لعناصر مختلفة بنسب وزنية سابتة رقم ثلاثة عايز مننا تعرف التصعيد ما المقصود بالتصعيد التصعيد هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بالتسخين رقم أربعة من المقصود بالعنصر العنصر أبسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط منها بالطرق الكيميائية البسيطة الصعر رقم سبع علل لما يأتي واحد تختلف جزيئات المواد عن بعضها في الخواص لاختلاف تركيب جزيئ كل مادة عن تركيب جزيئات المواد الأخرى في نوع وعدد الزرات وطريقة ارتباطها معا إذا تختلف جزيئات المواد عن بعضها في الخواص علل لاختلاف تركيب جزيئ كل مادة عن تركيب جزيئات المواد الأخرى في نوع وعدد الزرات وطريقة ارتباطها معا طيب علل جزيئ الأكسوجين جزيئ عنصر بينما جزيئ الماء جزيئ مركب اللي هما الأكسوجين والهايدروجين يبقى يقول لك علل جزيئ الأكسوجين جزيئ عنصر بينما جزيئ الماء جزيئ مركب لأن جزيئ الأكسوجين يتركب من زراتين متماسلتين اللي هما الأكسوجين بينما جزيئ الماء يتركب من زراتين مختلفتين اللي هما الماء الأكسوجين والهيدروجين رقم 3 علل لا يمكن رؤية الجزيئات بالعين المجردة أو بالميكروسكوب لأن جزيئات المادة متناهية الصغر لأن جزيئات المادة متناهية الصغر السؤال رقم 8 ماذا يحدث في الحالات الآتية تسخين المادة الصلبة تضعف قوى التماسك بين الجزيئات فتزداد المسافات بينها وتحول إلى سائل تضعف قوى التماسك بين الجزيئات فتزداد المسافات البينية بينها وتحول إلى سائل ماذا يحدث عند ارتباط زرتي هيدروجين مع زرة أكسوجين هي تكون جزء الماء رقم 3 ماذا يحدث عند تسخين المادة السائلة عند تسخين المادة السائلة تزداد المسافات البينية بين الجزيئات وتضعف قوة التماسك وتتحول إلى غاز ماذا يحدث عند ارتباط ثلاث ضرات هيدروجين مع ضرة نيتروجين يتكون جزء النشادر اللي هو الأمونيا يتكون جزء النشادر اللي هو الأمونيا وبكذا يكون وصلنا معكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا الدرس القادم عن كمل مع بعض حل التدريبات عن حل التدريبات من 9 إلى 14 فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة